أريد أن نتوقف عند عبارة ذكرها السيد رحيم العبودي القيادي في عصائب أهل الحق أو نعيم العبودي عفوا وليس رحيم نعيم العبودي القيادي في عصائب أهل الحق قال وكما أوردنا الخبر قبل قليل بأنهم لا يستطيعون الذهاب للمعارضة كون أنه لا توجد مؤسسات تحمل معارضة في العراق هذا تصريح خطر سيد ليث هذا يعني بمعنى ظني أن السلطة في العراق هي سلطة شمولية أحادية وليست تعددية وديمقراطية الذي ينسك السلطة يطيح بالباقين هاي معناها فإن السؤال السيد أحمد أنت تأيد وجهة النظر هذه بالتالي أنت طالبت المالك والصدر أن يذهبوا للمعارضة ما راح ينطاح بيهم وفق مفهوم السيد نعيم العبودي أستاذ أحمد شوف أستاذ أحمد يعني خلي أكون واضح أطراف الصراع الشيعية حصرا أطراف لا تؤمن لا بالمعارضة ولا بالموالات وبالمناسبة يعني قلناها أكثر من مرة في نظامنا اليوم السياسي ليس لدينا معارضة وموالات هذا المفهوم غير موجود وهنا سيد نعيم يتحدث عن موضوع الإقصاء والتهميش وليس عن موضوع المعارضة لكن المشكلة في هذا النظام يخلطون بالمفاهيم ولا يستطيعون أن يوصلوا فكرتهم بالمفهوم الحقيقي أنا أقول لك شلو السبب هم الأغلبية يعني في البرلمان من أول قبل أن يشكلون الحكومة أقصوا جميع اللي هم يدعوهم للمعارضة أقصوهم من مثلا اللجان النيابية أقصوهم من مناقشات في قوانين مهمة مثل قانون الأمن الغذائي أقصوهم من رئاسة اللجان وبالتالي يقول لك إحنا إذا في البداية الأغلبية التي تدعو إلى المعارضة أو تدعو إلى إقصاء طرف سياسي تفعل هذه الأفعال فكيف إذا استلمت السلطة كيف باتشر إذا استلمت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وتعرف أن الطرف الشيع الثاني يعني طرف الصراع الثاني يمتلك أيضا مؤسسات أمنية مثل الحشد وستاذ أحمد شوف نقطة الحشد هي النقطة الرئيسية التي يدور حولها الصراع في موضوع الصراع بين الإطار والتيار هذه هي النقطة الأساسية اليوم لأن الإطار يعتقد أن الحشد هو الحامي لوجوده بينما يعتقد الطرف الآخر أن الحشد يجب أن توجد له طريقة بحيث تسلب القوة من أطراف المنتمية لهذا الحشد نقطة الحشد دقتة رئيسية في الصراع قد لا تظهر في الحوارات وقد لا تظهر في اللقاءات لكنها هي المرتكز في الصراع بين الطرفين فأنت من هنا تستطيع أن تجد كل الإجابات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر